خلينا نطلع ونرجع الامارات ابو زبي مرة تانية ونشوف زياد طارق ماذا قال زياد طارق ونرجع نكمل معها مستمرين معك كابتن اسلام ومع كل جماهير النادي الاهلي في اعقاب فوز النادي الاهلي بالميدالية البرونزية وهذا الانجاز المميز وظل ظروف صعبة جدا دلوقتي جيب لك معايا مستقبل النادي الاهلي بإذن الله والجماهير النادي كلها يعني بتستبشر فيه خير بشكل كبير بعد تقلقه مع الفريق في كاس الربطة وبالتالي متواجد في قائمة الاهلي في كاس العلم للاندية وخطوات ما شاء الله سريعة من زياد طارق مستقبل النادي الاهلي يا زياد زيك عملي أميري الأخبار مبروك الله يبارك فيك يعني طبعا مشاركة السنة دي في كاس العلم الاندية اه ما خدتش دقائق بس موجود في قائمة ده في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا بما انك لسه يعني بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مع الاهلي ومع الفريق الأول وكرة القادمة طبعا في الأول عايز بس امسي على كابتن اسلام واشكر رجع الكلام اللي انت قلت والحمد لله كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة لي ان انا تأيد حاجة ما كنتش متوقعة على الصراحة كنت قلق منها شوالك ان هم الحمد لله وصخوا فيها واقيدوني ما شاركتش بس الحمد لله يعني انها كانت خطوة في حد ذاتها كانت كويسة جدا بالنسبة لي الحمد لله شاركتش بس معاكم مداليا الحمد لله يعني مش قادر اوصف انا مبسوط قد ايه شعور مختلف احساس جميل جدا فالحمد لله يعني بحمد ربنا زياد بالمناسبة كابتن اسلام يعني متربي جوه الاهلي من هو صغير جدا بيلعب مع الاعمار المختلفة والفرق المختلفة داخل قطاع النشقين من وانت عندك كم سنة؟ من وانا تسعة سنين من 2009 من 2009 وانا في النادي الاهلي بتقلي انت يعني ايه يعني واخد كده روح الاهلي وكل حاجة من الاهلي واخد اغنا تربين على حاج كثير او في النادي الاهلي الحمد لله يعني الواحد بيحمد ربنا اوه تربي في النادي الاهلي يعني ما كانش فنادي تاني وبعدين جي عمال نادي الاهلي فدي الحمد لله ان الواحد بيشكر ربنا عنا بتفرق كثير جدا بتفرق في حاج كثير ج каждый بتفرق ان انت اهم حاجة ان انت انت او اتعود ش على الخسارة والتعادل الحاجات دي ما chce يعني واحنا صغيرين لما كنا بنخسر ونتعادل إعقاب بقى وخصمه وحاجات كبيرة جدا فالحمد لله دي أهم حاجة بالنسبة لي الحمد لله طيب قل لي بداياتك في كاسر ربطة الناس تفرجت على زياد طارق تألقت وأحرصت هدف كمان كان مهم في إحدى المباريات بالنسبة لك هي دي البداية والانطلاقة مع الأهلي يعني ولا لسه مستني بداية تكون أفضل وأكثر تمييزا هي دي كانت بداية كويسة بس أنا لسه ما عملت يعني ما حصلش اللي في دماغي لسه مستني إن شاء الله فرصة أكبر من كده أثبت فيها نفسي أكتر للناس والناس تشوفني يعني بشكل أحسن إن شاء الله وقدر في دي الفرعان بس الجمهور يعني بتكلم على زياد طارق زياد طارق زياد طارق لعيب مهاري وهو الجمهور كرة بيحب اللعيب المهاري فرأيك إيه في كلام الجمهور على زياده وبتستقبل الكلام ده إزاي وخلي بالك حط في اعتبارك أن أنت لسه صغير هذا الكلام ده أكيد لازم تاخده بشكل كده هادي وما تتصرف أكيد طبعاً كم من الناس كلها يعني على دماغي وبأحترموا جداً حتى الانتخاضات فيه ناس كد بتقول لي لازم تعمل كذا وما تعملش وتشتغل على شغل معين كل الكلام ده بأحترموا طبعاً وبأغدب بهدوء وأن أنا أحسن من نفسي من أطور نفسي وبأحسن من كده يعني بس حابتو لي بقى الجمهور الأهلي يعني بشكرهم طبعاً على الدعم اللي كانوا في ظهرنا هنا ناس كتيرة جداً كانت في ظهرنا وكانت بتشجعنا فبشكرهم وأتمنى دايماً الدعم ده يعني بالتوفيق يا زياد إن شاء الله ومستنين منك الكتير وإن شاء الله يعني بطلق كتير مع النادي الأهلي ومستقبل كبير بس عايزين نوري الجمهور الأهلي الميداليا هي الميداليا البرونزية اللي كان بينتظرها جماهير النادي الأهلي مع واحد من يعني اللعيبة اللي هتكون مستقبل للنادي الأهلي فلما يكون في السن ده واخد ميداليا برونزية إن شاء الله بإذن الله في يوم الأيام يجيب البطولة نفسها مع الجمهور بتفكر في كتاً تحلم إن شاء الله هيحصر هيحصر وقرايب إن شاء الله إن شاء الله شكراً يا زياد بتوفي يعني بصراحة زياد طريق لعيب مميز أكيد ينتظروا مستقبل كبير بيشتغل بشكل ممتاز هو الراجل هو جايب لنا الميداليا عشان نوريها مرة تانية لك كابتن إسلام ولكل جماهير النادي الأهلي وهي ميداليا أعتقد هي غالية جدا جدا من نسبة لنا كلنا كأهلوية طبقا للظروف وكل ما حدث لنادي الأهلي الحظ السيء جدا اللي شفناه مع الأهلي إصابات وغيابات ومواعيد غريبة وظلم كبير وقع على الفريق لكن الميداليا دي فعلا من أغلى الميداليات الأهلي خد الميدالية دي تات مرات قبل كده لكن دي تعتبر نوجة نظري هي الأغلى بالنسبة لنادي الأهلي عشان كل ما حدث للفريق فبالتالي مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله الميداليا السنة الجاية تكون يا إما الفضاية إما الدهبية بإذن الله زي ما قال زياد كده إن شاء الله في يوم الأيام وقريب الأهلي يقدر يحقق البطولة إن ده حلم وطموح موجود عند منظومة النادي الأهلي كلها إن شاء الله بإذن الله في يوم الأيام يتحقق هرجع لك يا كابتن إسلام وإن شاء الله بإذن الله نحاول يكون معنا المزيد من اللقاءات